رفع المشاركون في المؤتمر الدولي المرأة في الحياة العامة من وضع السياسات إلى صناعة الأثر في ختام أعماله خالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى جلالة الملك المفدى لما شاهده المؤتمر من عناية كريمة من لدن جلالته كما تقدم المشاركون بجزيل الشكر لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر ومتابعتها لمداولاته وحرصها على متابعة توصيته بما يتناسب مع تجربة البحرين في هذا المجال الهام وفي الجلسة الختامية أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هل الأنصار المبادرات والملاحظات الختامية التي خرج بها المؤتمر والتي أكدت أهمية تطوير نظام حوكمة متكامل يتناسب والخصوصية البحرينية وما يتطلبه ذلك من وسائل وأدوات تساعد مؤسسات الدولة على القيم بدورها الرقابي تجاه جوانب إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي مشيرة إلى توجه البحرين نحو التفكير الجدي لإصدار تقرير وطني لرصد الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة في إطار حرص المملكة على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات لأصحاب القرار وشركاء التنفيذ لتطوير العمل بما يتنسب مع منهجية قياس الأثر واستدامته كما طالب المؤتمر المنظمات الدولية باعتماد مؤشرات تقيس تقدما نوعيا وليس كميا فحسب لدى مراجعة طرق قياسها لأداء الدول العربية في مجالات تقدم المرأة وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن مسؤولية متابعة ما يتم على أرض الواقع من مبادرات وجهود لإدماج احتياجات المرأة هي مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة لإثراء هذه الجهود بما يتفق مع تطلعات المجتمع ترجمة نانسي قنقر